طيب بلك أشافت أشافت ميات ميليمتر دائمتر ومياتر لديه مياتر لديه مياتر ومياتر مياتر كارز أدسك مياتر 500 كيلوغرام في راديس جياريشن 450 ميليمتر موديلسة رجيديتر لديه مياتر مياتر 80 جيجا نيوتن بير متر سكوار تترمي فريقوني 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 وهو أعطاك هات المعطيات ما هي المعطيات اللي أعطاك إياها؟ أول شي يقل لك إنه دائمتر بيساوي 100 ميليمتر لو شعلنا الفاصل ثلاثة ثلاثة خانات كده عشان نحولها إلى متر معناته 0.1 متر ويقول لك أند واحد متر لونغ معناته اللينف بيساوي والطول يساوي واحد متر واحد متر هاز وانفت اند واحدة واحدة هذه عشان تعرف كيف شكل المسألة والثاني كالر ديسك معناته زي كيف شكلها هذا كذا هذا الشافت هنا في زي الدسك الدائري خراص المسألة معناته هنا فيه كتة ويوجد المسألة 500 كيلو جرام معناته أعطانا الم يساوي 500 كيلو جرام طيب قد راديس 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 يرمز لها بالك فالك يساوي 450 اللي هو يساوي بالمتر شيل الفاصلة ثلاثة خانات معناته 0.45 متر خلاص الموديلس الموديلس بالشافت مصر هذا الموديلس الموديلس هو الرمز اللي هو السي السي يساوي 80 حسنا نضربها في كم ميلار قيقة إلى النيوتن في 10 و 9 بي أم سين يوم اللي هو 10 و 9 صح نيوتن بر متر تربية خلاص هاتي هي كلها المطاعة طمان كيف إيش القانوانين اللي أنا حستخدمها بكل بساطة هو قل لك إنه one end is fixed زي ما احنا دوبنا رسمناها والثاني كان ديسك خلاص هذه الحالة تستخدم فيها القانون العادي هذا اللي هو Fn1 على 2 باي جذر القيو على الاي طيب إيش هي القيو؟ القيو اللي هو تورشين الستيفنس خلاص والاي اللي هو إحنا عارفينه اللي هو مومنت أوف انيرشيا طيب القيو إيش هي قانونها كيف حاجيبها؟ قانونها Cj على L طيب Cj عشان تتذكرها هتذكر Cj حقنا اللي في جيتي آه خلاص طيب الجي إيش هي؟ الجي اللي هو بولر مومنت أوف انيرشيا طيب كيف حاجيبها هاد عبارة عن مساحة اللي هو هكلك باي دي اس أربع على 32 اتذكر انت المومنت أوف انيرشيا ايش كان؟ كان يساوي باي دي اس أربع على 64 خلاص كم نص الأربع وستين؟ اللي هو 32 خلاص طلعت الجي خلاص الجي حتكون نص الأربع وستين نص المقام كده حتربط بين القانون وتعرفهم اللي هو الانيرشيا اللي هنا لكنه هنا ما يوبل انيرشيا هو يوبل القانون هاد حنستخدم فيله ماس اف انيرشيا ماس اف مومنت انيرشيا فيه فرق هتشوفه دحان اللي هو ايه اللي هو آ يساوي الام اللي هو الكتلة الماس في الكي اللي هو أعطاني اياها اللي هي هاد الراديوس اف الاريشن طيب عشان تحيل هتعوض تعوض مباشر وحتحل كل حاجة خلاص عندك انت المعطية تكون لها وعندك القوانين ما توقع انه في شيء نفس هنشوف الحل عشان نسرع من المدة حق المقطع فخلاص وهنا جاب لك الجي قال لك باي على 32 دي هذي دي احنا حولناها المتر اللي هي 0.1 في النهاية جاب لك هذه ايش وحدتها وحدتها متر اصاربعة خلاص قال لك ان الكيو يساوي سي جي على ال والال هو اعطاك اياها بواحد متر في السؤال هنا شوف دي اميتر عن ون لينف متر خلاص هنا السي هو ثمانين احنا زي ما سوينا ضربناها في عشرة تسعة عشان نحولها الى نيوتن بر متر وبعد كده ضرب لك الثاني في تسعة فاصل ثمانية ايش هذا الثاني التسعة فاصل ثمانية اللي هو جابه هنا اللي هو الجي خلاص كمل لك القانون جاب لك الكيو بعد كده لازم جاب لك الاي معروف الاي خلاص الخمسمية في اللي هو اعطاك اياها المعطى طلع لك اياها بالوحدة كيلو جرام لكل متر تربيع هذي وحدة الماس وليس المومنت وفنيرشي المومنت وفنيرشي اللي هو حيجيك وحدتها مختلفة اظنها متر جاب متر ومتر سكوير الناس يغلش الوحدة لو انرجع مرة ثانية للمومنت وفنيرشي ها هذي المومنت وفنيرشي خلاص اللي هو مترس اربعة طيب احنا عندنا هنا همشي اللي هو هذا خلاص جاب لك الكيف النهاية وراح يجب لك ال fn وعوض في القانون نفس شفناه من البداية واحد على ثنين باي حطر لك الكيو هنا حطر لك ال ال i هنا اللي هي ماس مومنت اف انيرشي لا تلخبط بس ويطلع لك يا بالنهاية بال hz اللي هي ال fn اشتركوا في القانون